أهلا بكم مشاهدين مجدداً بلبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك توفد ما قدر بمليون حاج على صعيد جبل عرفات اليوم الجمعة لأداء الركن الأعظم من فريضة الحج بعد عامين قيدت فيهما جائحة كورونا من عدد الحجاج إلى حد كبير وبعد قضاء النهار في مخيمات مترامية الأطراف في صعيد عرفات ينتقل حجاج بيت الله الحرام عند الغروب إلى مزدلفة لجمع الجمرات ثم يتوجهون إلى ميناء لرميها يوم غد السبت أو أيام عيد الأضحى ويعتبر عرفات المشعر الوحيد من المشعر المقدسة الذي يقع خارج حدود الحرام المكي حيث يقع أعلى بعد أكثر من عشرين كيلو متراً إلى الشرق من مكة ويبعد عشر كيلو مترات من مشعر ميناء ترجمة نانسي قنقر